السلام عليكم أخوتي وشارككم لا باس بخير الجاردة هذي كما راكوا تشوفوا عندها تلسوايع من اللي خرجت وحكينا في الموضوع هذي وحكينا كما قولوا تانيك عن الموضوع تاع نابولي تاع نابولي الموضوع اللي أكدناه بعد ما قالتوا الجاردة وزاد تواصل معايا بعد مدرة الفيديو تواصل معايا أخويا العزيز بلا ما تذكروا العسماء اللي زاد أكد لي الخبر هذي وهذا الشخص يعني مقرب مقرب بل بزاف اللي يوسف عطال ويشتغل في المجال الرياضي حكينا واحد المواضيع قلت لكم ما نقدرش نقول لكم واحد الأمور راه كما قلوا قالي عليها السير المهمة لنا جبنا الجاردة هذية باش نزيدون نوضحوا هذي ما قليش هو بصع الجاردة هذية ثم ما رايش باسمورة اللي جبت الجاردة هذية وحكي تانا يا أنا قلت له تسمى بل بلي يوسف عطال وهو قريب بزاف للتوطن هام دخلنا في واحد المواضيع ما تفسرناش بزاف الجاردة هذية كما راكوا تشوفوا راه يتقول سنحتفظ به العنوان تاحها قال لك يدعي الرئيس يعني عن البالغ من العمر 24 سنة على يوسف عطال أنه لن يغادر إلى توطن هام هذي تقول لك تم تقديم راني لخصها خوتين حتى لكم التحت اللي يحبي قرأ التفاصيل كاملة يقرأها كاملة تم شوفوا تم تقديم توطن هام للتوقيع على يوسف عطال هذا الصيف يعني تم طوع عرض راحو هذروا مع نيس راهم يقولوا باللي هذروا المعنى التاحها هكذا اللي بش يجيبوه لهذا الصيف قال لك ولكن في حديثه مع نيس أوضح رئيس نيس جان بير هذا يا أن نجم الدوري واحد يعني الدوري الفرنسي لن يذهب إلى أي مكان ويقول لك هنا بحسب يعني جريدة بلد الألمانية هذيك قال لك في مارس أن خسيم ورينيو يحكو عليك في مارس قال لك مورينيو كان حريصا لإحضار يوسف عطال إلى شمال لندن ولسبب واجهه وذكروا الأسباب اللي يحتاج لازم له ظاهر أيمن وكده ومبعدوش يقول لك وقال الرئيس ريفير عندما سئل عما إذا كان سيتم بيع عطال نريد الاحتفاظ به يعني جاوبهم لوريج الاحتفاظ به والسانح تافض به وقال لك سيتعين على توطنهام بعد ذلك أن يبحث في مكان ثاني يعني دكا كما شتوا الجاردة هذي أرى يتقول وقلت لكم صافي لونتو عندها في ديسمبر في جانبيه هذا نهر ما تبليسي يوسف عطال في جانبيه خرجوا واحد الماناجر متعنيس ولا ما على بيليش المهم في واحد الجاردة نسيت مناجر تعنيس ولا مناجر تعطال ولا مناجر تعطال ولا مناجر تعطنهام قال بتصريح أنه يوسف عطال لو كان متبليسي لو كان راهو حاليا في توطنهام على هذيك اللي قلتان يا توطنهام هي اللي كانت قريبة بززاف مع أخوي العزيز اللي هضرت معها تاني اللي قريبة ليوسف عطال قلت له أن توطنهام هي اللي راهي قريبة بززاف له على كل يحل أعطاني معلومات بسه لا أعطانيش الأسماء وقال لكي نادي وكذا وإن شاء الله برقة اللي راهي شوية بالحالة مع النادي تعنيس وكدام كما قولوا راهو يتمنى له الخير وحنا تانيك نتمنى وليوسف عطال الخير وما نطوش عليكم خوتي راك وتشوفوا توطنهام راهي دخلت مشي دخلت في اللعب نتاك العاموية في اللعب حبت تدي وقال لك الناس ما حبتش تطلقو كي ما يحبوش يطلقو ما يطلقوش يا خوتي وبالك مع دراهم تانيك بالكام طامعين دراهم بزاف بورهم يقولوا بلي رئيس النادي كما قولوا ملياردير ومشي اللي رام محتاجين دراهم وكذا وإنما العلم عند الله حنا وش نتمنى ونتمنى والخير لكل لاعب جزائري هذا ما كان كل لاعب جزائري نتمنى وله الخير ونتمنى وله يروح لكما قولوا الانديا اللي تليق به والانديا اللي تعطيه له القيمة التاع وتعطيه له الوقت اللي يلعب خوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم تصبحوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام